يعني قلنا ربما هذه طبيعة في الإنسان ما أحد منا معصوم ما أحد منا يستقيم على مستوى حتى الصحابة رضي الله عنه و هذا معروف في حديث عبد الله بن رواح رضي الله عنه قال يا رسول الله إنا نكون عندك يعني فكأن تحدثنا عن جنة والنار حتى كأننا رأي عين يعني كأننا نرى جنة والنار حتى إذا غدونا إلى أهلنا عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات ضيعات البساتير والأعمال نسينا كثيرا فقلوا يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال ساعة وساح أو أظن هو الحديث الآخر عن عبد الله بن رواح فقال هنا النبي عليه الصلاة والسلام ساعة وساح المقصود ساعة في الطاعة والإقبال وساعة في المباحات إذن حتى الصحابة رضي الله عنهم لاحظوا هذا الفارق الحديث الآخر يعني لما قال حمضلة نافق خام حمضلة مر أبو بكر يسأله قال إني لا أجد كذا وكذا فذهب أبو بكر مستغرب ذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله لا تسمع إلى ما يقول فقال وماذاك فقص عليه قال لو تدومون أرى حديث النبي عليه الصلاة والسلام لو تدومون على ما تكونون عندي وفي الذكر لصافحتكم الملائكة في الطرقات سبحان الله هي هذه الرواية قال ولكن يا حمضلة ساعة وساعة ساعة ساعة حديث اشتركوا في القناة